اكتشفوا علاقات مباشرة ما بين مرض سمنة وامراض سرطان السادي امراض مثلا السرطانات كتير في العموم امراض بروساتة عند الرجال فاتني يعني انا قصدي سمنة بقت حاجة حتى كان محور اهتمام الدولة انها تتخلص منها او تخلص المواطنين منها هي الحقيقة مش بقت هي تولو امرها بس هو بدأ الفوكس عليها يظهر هذه العلاقة الوطيدة لكن هي السمنة مصنفة من اكتر من 15 سنة ان هي اخطر امراض العصر مش عشان هي بحد ذاتها لكن عشان هي سبب في كل الامراض الاخرى وكل مدى بيزيد الارتباط الوطيد بين هذه الامراض وبين السمنة كلنا عارفين السكر وعلقته بالسمنة كلنا عارفين الضغط وعلقته بالسمنة ومشاكل المفاصل ومشاكل الفقرات الظهر ومشاكل الكوليستيرول وكوليستيرول اللي بترسك في شرايين القلب وشرايين المخ وعمل الجلطات يمكن اللي الناس ما تعرفوش هو اللي حديك وجهتي دي دلوقتي ان فيه اكتر من 6-7 اورام خبيثة للأسف السمنة سبب قوي جدا وراها او على الاقل بتزود نسبة حدوثها بنسبة كبيرة جدا ما بين الافراد العاديين فاحنا مش بنتكلم عن دفوق شكلي مش بنتكلم عن حاجة نفسية فقط ولبس لا احنا بنتكلم عن مرض يستحق التركيز فيه جدا الاجراء اللي يتاخذ فيه ما نقولش لا دا العملية صعبة دا ممكن يحصل لي لا احنا دلوقتي فيه عالم نسبة الامان فيه باذن الله بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى اصبحت 100% في تكنولوجيا الادوات الحديث في تكنولوجيا التغدير في خبرات الاطباء في المستشفيات المجهزة بس طبعا خلينا نقول ان شرط توفر الامان بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى هو الاتباع هذه المعايير مش ان احنا نحاول نلجأ لمعايير اقل فنتفاجئ ان حصل مشكلة ونرجع نقول لا في العملية لا يعني ان دلوقتي معظم الاسئلة اللي بتيجي فعلا بخصوص التكلفة تكلفة العمليات نحت القوام والكابسولة بالتحديد اللي احنا كنا نتكلم عنها فاني موضوع ردع سؤال التكلفة ده هيكون باي يعني هل احنا مفروض نهتم بتكلفة الشيء ولا بجودة الشيء ولا هو بيختلف سعرها على حسب جودتها لا شك لكن خلينا نقول ازاي نحصل على اعلى كواليتي باقل سعر مناسب لهذه الكواليتي لكن لو احنا ركننا الكواليتي على جنب وبدأنا ندور على اقل سعر اكيد هنفقد هذه الكواليتي لو احنا بنقول ان تكنولوجي الادوات اللي بيجرى بها العمليات بتتراوح من ادوات امريكية الصنع الى ادوات في شرق اسيا في كوريا وفي ادوات صينية وفيه اناس بتستخدم الادوات دي اكتر من مرة فاكيد فيه فارييشن كبير حتى الادوات الامريكية في منها الجيل الاول والجيل التاني والجيل التالت كل ده لفيه فارييشن في التكلفة المستشفيات حسب تجهيزاتها واحتياطاتها بتفرق شفط القديم بدون تكنولوجي مختلف تماما عن شفط الفيزر الحديث لكن عنصر الامان والكواليتي والنتيجة مرتبطة بالتقدم التكنولوجي فاكيد خلينا نقول ان المعايير والاتباع الطرق الحديثة عنصر مهم جدا في الحفاظ على عنصر الامان والنتيجة الفعالة وتجنب المضاعفات طيب بخصوص عمليات التكنيم بقتوا بيجي لنا سؤال هل هي ينفع ببنج كلي ولا هي ممكن تتعامل بعض منها ببنج نصفي يعني في حاليا ممكن بنقدر نعمل جراحات السنة كلها سواء تكميم او تحويل او ساسي بعملي بالبنج النصفي لكن بنخليها عادة للي عنده رغبة كده او اللي حالته تستحق كده على اساس ان البنج الكل الحديث بالروكرونيوم امان جدا وفعال ومالوش اي اعراض ولا بيعمل تأثير على النفس ولا على القلب والشخص بيزحك فائق جدا ومش موش مفيش تكسير في جسمه ولا نفسه ولا كلام من ده لكن بعض الناس بيبقى لها رغبة انها يعمل البنج النصفي فممكن بنعمل هالو في ناس بتبقى فعلا حالتها بقى تستادعي ان احنا نعمل اللي هو عنده عضلة القلب ضعيفة جدا اللي هو مثلا عامل جراحة مرة واثنين في القلب ممكن ساعتها نفكر ان احنا نعمل بنج نصفي على اساس ان الشخص يبقى صاحي اه معانا اثناء العملية والعملية كلها بتاخد نص ساعة وده برضو بيمكننا ان احنا يبقى الاجراء سهل وبسيط وسريع بيبقى المريض صاحي اه في بيجي النصفي بيبقى صاحي بتبنجه ايه بقى هو النصفي اللي هو بياخد زي ابرة الظهر اللي هي زي زي السيدات بدي اخدها في الولادة او الابديورال بالزبط كان اشتركوا في القناة